موت كارلو الدولية الأخبار أمل نادر مساء الخير مساء موت كارلو الدولية ساعة أخبارية متنوعة نبدأها بعنوين النشرة المسلمون يحتفلون بأول أيام عيد الأطحى فيما بدأ الحجاش في ميناء برمي الجمرات سوريا تستقبل العيد بجراحها النازف مع استمرار الاشتباكات ومصلون عراقيون يسقطون أيضا ضحية التفجيرات إيران تقدم اقتراحا سريا خلال المفاوضات الجارية في جينيف مع الدول الست حول الملف النووي وسط أجواء بعيدة عن التشنج مقارنة باللقاءات السابقة في نيويورك بدء محاكمة أبو أنس الليبي بتهمة التورط في تفجير السفرتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا كل عام وأنتم بخير يحتفلوا المسلمون اليوم بأول أيام عيد الأطحى فيما بدأ الحجاج في ميناء برمي الجمرات بعد أن أدوا أمس الركن الأعظم في من أركان الحج بوقوفهم على صعيد عرفة أجواء العيد ينقلها من مكة مرسلنا أحمد أديحاني مع ساعات الصباح الأولى انطلقت جمع الحجاج في رحلة التحلل من الإحرام إحرام ضل لأيام يوحد أزياءهم بلباسها الأبيض المميز لتبدأ رحلة التحلل من هذا اللباس برمي الجمرة الأولى وبحلق الرأس ونحر الهدي لتعود جموع الحجاج بألبستها الوطنية احتفالا بالعيد وتخلق في فضائمنا لوحة تشكيلية من كافة الأطياف والألوان كرنفال حي غدا تعيد الأضحى تميز هذا العام بسهولة الحركة وانخفاض الكثافة في أكثر يوم حافل بالمناسك لضيوف حجاج بيت الله الحرام أحمد الديحاني مكة المكرمة منتكال الدولية عيد الأضحى لم يمر بسلام على العراقيين حيث قتل 12 شخصا وأصيب 26 بجروح في انفجار عبوى ناسف صباح اليوم استهدفت مصلين كانوا يغادرون مسجدا في كاركوك بعد أداء صلاة العيد المشهد كان مختلفا تماما في مصر حيث أدى ألاف المصريين صلاة في المساجد والساحات بعيدا عن ميادين القاهرة الرئيسية التي أغلقها الجيش وذلك في أجواء من الهدوء خلت من العنف والتوتر في سوريا التي تستقبل العيد بجراحها النازفة بث التلفزيون الرسمي صورا للرئيس بشار الأسد يدخل مسجد حسيبا في دمشق ويحيي المصلين لكن كيف يعيش السوريون في هذا اليوم الذي كان من المفترض أن يكون يوم عيد من دمشق صفاءم كنة تواصلت أعمال العنف في مختلف المناطق السورية بأول أيام عيد الأضحى وكان للعاصمة دمشق النصيب الأكبر من القتال حيث تجدد سقوط قذائف الهاوين على عدة أحياء في العاصمة وريفها منها الجزماتية والبرامكة والقصاع والمزرعة وتصاعد عمود أسود من الدخان في حي المهاجرين جراء سقوط قذيفة هاوين على أحد المنازل ما أدى لإصابات بين المدنيين وفي هجوم آخر أصيب أربعة أشخاص بجروح جراء سقوط قذيفة هاوين على منزل في حي القنوات بدمشق ما أدى لنشوب حريق فيه فيما شن الطيران الحربي عدة غارات استهدفت مواقع للمعارضة المسلحة بحسب المصادر الرسمية في كل من المعظمية ودارية وزملكة وجوبر أدت إلى وقوع جرحة كذلك انفجرت سيارة مفخخة في منطقة دمر البلد قرب دمشق وتحدثت تلفزيون السوري الرسمي عن وقوع إصابات وكما غاب الأمن عن سوريا أول أيام العيد غابت مظاهر الاحتفال به إلا في مندر وفي المناطق الأمينة نسبيا واسترتفاع أسعار الأضاحي ثلاثة أضعاف أو أكثر عن الأعوام السابقة كذلك أسعار الحلويات فيما أرخى قرار منع السوريين من أداء فريضة الحج بظلاله على عيد الأضحى في سوريا هذا العام صفى أمكان دمشق مونتي كارلو الدولية ومع قدوم هذا العيد تطرح بقوة مسألة الوضع الإنساني المتدهور عبد القدر خياشي تجاه الوضع الإنساني الكارسي دعت منظمة أطباء بلا حدود كل الأطراف النافذة في سوريا للسماح للعاملين الإنسانيين بنقل المواد الغزائية والأدوية إلى المناطق المحتاجة مؤكدة على ضرورة تطبيق الإعلان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في الثاني من هذا الشهر والذي يطالب دمشق بتوفير ممر أفضل لوصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتوضح بيانات المنظمة أن حوالي سبعة ملايين سوري نزحوا عن ديارهم ولجأوا إلى الداخل أو الخارج لكن السلطات قلصت التأشيرات الإنسانية ووضعت شروطا صارمة على إيصال المساعدات للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة ومن جهته حزر الائتلاف السوري المعارض من ضغوط يتعرض لها لاجئون خرجوا من منطقة الاشتباكات في منطقة المعظمية بعدما تم إجلاؤهم بالتنسيق مع الهلال الأحمر بالستثناء الجرحة مع منع المسعفين من دخول المنطقة أما بالنسبة لمن بقوا فهم يعانون جوعا أدى لوفاة عدد من الأطفال وبات بعض الناس يأكلون لحم القطط والكلاب والحمير وقد شاهدنا البارحة شريطا على الانترنت يظهر عددا من رجال الدين يفدون بجواز أكل لحم الحيوانات لعدم الموتج عنه عيد بأي حال عدت يا عيد وأترك لك أمل إكمال البيت نعم بأي حال فعلا عدت يا عيد يا عبد القادر واليوم نفذت السلطات اليونانية عملية لإنقاذ سلطة وسبعين سوريا غرقوا قبلة جزرها هذا وتم إنقاذ حوالي أربعمائة مهاجر في قناة سقلية خلال ثلاث عمليات مختلفة غدا تقرار روما تعزيز انتشارها العسكري والإنساني في المتوسط القضاء اللبناني دعا على سبعة مشتبه بهم جدد في قضية تفجير سيارتين مفخختين في مدينة طرابلوس في شمال لبنان في آب أغسطس الماضي أوقع خمسة وأربعين قتيلا ما يرفع عدد المدعى عليهم في الملف والذين من بينهم ضابط في جهاز أمني سوري بحسب ما ذكر مصدر قضائي لبناني ويبقى التطور الأبرز على الصعيد السياسي الدولي اليوم هو اللقاء الذي يجمع المفوضين الإيرانيين والدول الست في جناف للبحث في الملف النووي الإيراني ولفت هذه المرة أن الإيرانيين قدموا اقتراحهم بالإنجليزية وسط أجواء إيجابية فيما أعلن عباس عرقجي نائب وزير الخارجية الإيراني أن الجانبين اتفقوا على عدم كشف محتوى المقترحة الإيراني ليال بشارة هي جولة المفاوضات الأولى التي تعقد في عهد الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني تخيم عليها جول انفتاح الإيراني حيال الغرب الذي يبدي بالمقابلة تفاؤلا حذرا حيال ما يمكن أن تتضمنه خارطة الطريق التي ستقدمها إيران في جولة المفاوضات اليوم وغدنا والتي تهدف وفقا لتصريحات إيرانية رسمية إلى تحريك مسار المفاوضات أملا في التوصل إلى اتفاق في أقل من سنة تعاول عليه اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لرفع قسم من العقوبات الاقتصادية خاصة الأمريكية والأوروبية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيرانية وأتعبت خاصة الطبقات الوسطى بداية ماذا يمكن أن تتضمن خارطة الطريق الإيرانية؟ مصطفى اللباد رئيس مركز الشرق لدراسات الأقليمية والاستراتيجية في القاهرة أعتقد أنها ستتراوح بين الهبوط بالنسبة تخصيب اليورانيوم لدرجة 20% والحديث عن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة 20% حوالي 250 كيلو جرام ستدور مفاوضات حولها هل تنقل إلى الخارج أم تحفظ في الأراضي الإيرانية تحت رقابة دولية وأيضا عدد أجهزة الطرد المركزي التي تبلغ الآن فوق 14 ألف جهاز طرد مركزي وأيضا السماح بتفتيش مفاجئ لمنشآت إيران النووية مصطفى لباد رئيس مركز الشرق لدراسات الأقليمية والاستراتيجية في القاهرة إيران وضعت بالمقابل خطوطا حمراء لا يمكن أن تتراجع عنها في هذه المفاوضات على رأسها التمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية أما القوى الغربية فهي تنتظر الكثير أولا أن تبادر إيران بإخراج كل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى الخارج أن تقوم أيضا بتفكيك منشآت فوردو العسكرية التي يشبه الغرب في أن طهران تخصب فيها يورانيوم يصلح لاحقا لصناعة القنبلة النووية هذا فضلا عن منشآت أراك التي تنتج مادة البلوتونيوم التي تسمح لاحقا بصناعة السلاح النووية بالتزامن مع افتتاح المفاوضات الإيرانية والدولية في الملف النووي في جناف حثت إسرائيل مجددا القوى الكبرى على تفادي أي اتفاق جزئي مع إيران يخفف العقوبات ضدها الكلين ضيف مساء مونتي كارلو من جناف والدكتور حسن عبيدي مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط للحديث عما يتمخض عن هذه المفاوضات في ختام النشر في نيويورك يمثل أبو أنس الليبي القياد المفترض في تنظيم القاعدة أمام القضاء بتهمة الضلوع في تفجيري السفرتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا عام 98 أبو أنس الليبي الذي اعتقل في طرابلوس هدى برهيم أبو أنس الليبي واسمه الحقيقي النزيح عبد الحميد الرقيعي وقف إثر عملية أمريكية خاصة تمت في طرابلوس في وطح النهار في وقت سابق من هذا الشهر والعملية وصفتها طرابلوس بالاختطاف غير القانوني ورأت فيها انتهاكا للسيادة الوطنية ونقل الليبي إلى نيويورك حيث اتهم عام 2000 بالضلوع في تفجيري السفرتين الأمريكياتين في تنزانيا وكينيا عام 98 وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي وضع مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لاعتقال أبو أنس خبير المعلوماتية المتهم بدرس عدة أهداف محتملة لاعتداءات بينها السفارة الأمريكية وأهداف فرنسية وبريطانية وإسرائيلية في نيروبي لتقوم مجموعته بنقلها إلى بن لادن في السودان أنشأ مع عبد الحكيم بالحاج بعد عودتهم من أفغانستان إلى ليبيا الجماعة الإسلامية المقاتلة لقتال النظام قبل أن ينضم إلى تنظيم القاعدة ويأمل الأمريكيون في أن يتمكنوا من الحصول على معلومات ثمينة منه حول السنوات الأولى لنشاط مجموعته وفي التسعينيات أقام في بريطانيا حيث نال اللجوء السياسي وتسجل كطالب ومنذ اعتقاله والنقاش محتدم في الولايات المتحدة بشأن ما إذا كان يتوجب النظر في الحالات المتعلقة بالإرهاب في محاكمة عسكرية أو مدنية ووجهت انتقادات عدة إلى إدارة الرئيس الأمريكي بهذا الخصوص غير أن مؤسسة بحثية أمريكية أعربت عن شكوكها في توقيت اعتقال الليبي لسيما أنه كان اعتقل في أفغانستان عام 2002 وقالت أن واشنطن جندته للاشتراك بعملية لاغتيال القذافي عام 96 بالتشارك مع المخابرات البريطانية واعتبرت المؤسسة أن توقيت التوقيف يشير إلى تاريخ طويل من العلاقة بين المخابرات الغربية وجهادي القاعدة هذا في نيويورك هدى أما في واشنطن فقد رفض البيت الأبيض المشروع الجديد لمجلس النواب حول الديون وكان كشف مصدر في مجلس النواب الأمريكي أن الجمهوريين سينظمون عملية تصويت على قانون لرفع سقف الدين سلام حسني ثلاثة أيام فقط أمام الجمهوريين والديمقراطيين والإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية وبشأن سقف الدين وإذا نظرنا إلى القضية بإمعان فإن النقاش حول الميزانية له علاقة بسقف الدين لأن الإدارة الأمريكية تنوي تمويل برنامج أوباما الصحي على الأقل في جزء منه عن طريق طرح سندات الخزينة أي تجاوز سقف الدين الحالي البالغ 16 تريليون دولار وتمويل الميزانية عن طريق السندات ليس أمرا مستحدثا في الولايات المتحدة الأمريكية فقد بدأت واشنطن أول مرة تمويل النفقات عن طريق طرح سندات الخزينة عندما دخلت الحرب العالمية الأولى وكان عليها أن تجد الأموال الضرورية لتغطية نفقات الحرب ثم استمرت بعد ذلك في استخدام سندات الخزينة لتمويل الموازنة إضافة إلى النفقات الطارئة حتى أصبحت السندات هي العنوان الرئيسي للدين الأمريكي وأهمية سندات الخزينة الأمريكية هي أن عائداتها ونسبة الفائدة عليها حتى وأن كانت متدنية مضمونة وبالتالي فإن الاستثمار في سندات الخزينة الأمريكية يجذب إليه الكثيرين من الباحثين عن فرص الاستثمار البعيدة عن المخاطر والمؤمنة في الصفحة الرياضية سنتوقف مباشرة عبر الهاتف مع ودي عفعاني عند رحيل المدرب برينو ميتسو عن 59 عاما نعم عمل ميتسو هو مدرب في الوقع اجتهر كثيرا عام 2002 بشكل خاص عندما كان يدرب منتخب سنجال وشارك في نهايات كأس العالم في كوريا جنوبية واليابان ووقع في الدور الأول في مجموعة فرنسا وهو مدرب فرنسا كان المعروف وتمكن من الفوض مع سنجال على منتخب فرنسا منتخب فرنسا أقصي حينها من الدور الأول ومنتخب سنجال تأهل وبلغ في النهاية الدور ربع نهائي وكانت نتيجة مميزة للسنجال فيما بعد ميتسو انتقل إلى الخليج حيث درب العين الإماراتي وفاز معه مرتين بالدور المحلي ومر بدور أبطال آسيا وانتقل فيما بعد أيضا إلى الغراف القطري حيث أيضا توج بلقب محلي في الدور القطري وفيما بعد درب أيضا منتخب الإمارات وتوج ببطولة خليجية ثم منتخب قطر أيضا وعاد إلى الغرافة والوصل الإماراتي قبل أن يستقل قبل عام بسبب المرض شكرا لك وديع في عاني أذكر بأبرز عنوين الأخبار المسلمون يحتفلون بأول أيام عيد الأطحى فيما بدأ الحجاج في مينا برمي الجمرات إيران تقدم اقتراحا سريا خلال المفاوضات الجارية في جينيف حول الملف النووي وسط أجواء بعيدة عن التشنج مساء منتكارل الدولية أمال نادر